طبعا اليوم السؤال اللي منسأله أو الكل بيسأله وللأسف دكتور يعني أنا بدأ أقول أنه حتى في الأوساط المسيحية ابتدأت تتكلم عن الحرب أو عن الشيطان أو الموضوع الأبالثة كأنه أوهام أو ضرب من الخيال فهل الصراع الروحي مع إبليس وأجناده حقيقة برأيك؟ انقسم الناس إلى فريقين في فريق أنكر وجود الحرب تماما وقال أنه لا يوجد حرب روحية وللأسف عندما أنكر وجود الحرب في حين أن الحرب موجودة ده أول خطوة للهزيمة لأنه لا أمارس وجودي في الحرب كمحارب فتكون النتيجة أعطي فرصة للعدو ليهزمني حتى وإن كان عندي إمكانيات النصرة لكني أنا أعلنت أنه لا توجد حرب هذا الفريق يقول أنه ما فيش حرب ودي أوهام وهذا الفريق لا يرى الأمور كما يصفها الكتاب المقدس وكلمة الله الفريق الآخر ذهب إلى الاتجاه الآخر فوضع كل الأحداث السيئة التي تحدث ده من الشيطان فكل أمور تحدث هي حرب روحية وكأنه إبليس هو الذي يقوم بكل العمل وأنكر باقي الأعداء الموجودين وأنكر كمان مسئولية الإنسان وعلق كل حاجة على إبليس وكأنني أنا مش مسئول عما يحدث لأنه أنا ضحية اشتركوا في القناة